اشتركوا في القناة مازلنا مع قناة تفسير الاحلام مع اخيكم اسماعيل الجعبير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام مازلنا مع ادعية شهر رمضان والنهاردة العنوان دعاء ختم القرآن في رمضان طبعا في شهر رمضان فيه فرصة جميلة جدا في قضية ختم القرآن طبعا القرآن يقرأ في كل الايام لكن في افضلية لهذا الشهر يعني هو شهر رمضان يعني انزل فيه القرآن وطبعا لما نيجي نقرأ القرآن يعني نتركه للسنة ونيجي نقرأه في رمضان ده شيء غير مرغوب فيه القرآن يقرأ في اي وقت لكن في شهر رمضان في افضلية حيث ان شهر رمضان فرصة للعصى حتى يعودوا عن عصيانهم وفرصة لمن ابتعد عن الله تبارك وتعالى ان يعود اليه من جديد الدعاء اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع عنا به النقم وزدنا به من النعم يا ذا الجلال والإكرام إنك ولي ذلك والقدر عليه فظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته